السلام عليكم ورحمة الله هنعمل النهار ده العدس بس العدس بقى بطريقة جميلة جدا العدس غير انه كله حديد بقى وفيتامينات وحطولي شوية خضر يحلوها عمله بمعلاقة سمنة بلدي عمله بطريقة يا جماعة ومتأكد انكم اللي ما بيقولش العدس يشوف الفيديو ده حيعشق العدس يا جماعة كان عدس باسم الله ما شاء الله كان رائع جدا قدموا بقى معشوة مخلي للعيش الناشف او الملد شوية بصل اخضر على كرات على جرجير الخضار بقى يعني الشتاء دخل بقى والعدس بيدفي والخضار بقى مزهزة في السوق واسعاره الخصة جدا بسم الله هنشوفوا الطريقة كده والخطوات انا معايا نص كيلو من العدس غسلا ومصفيا في مصفى زي ما انتم شايفين كده معايا حبات طماطم كبيرة واحدة بطاطس برضو واحدة بصل اربع فصوص طوم دقاهم كده دقا خفيفة جزرية كبيرة البهارات بقى واحد مرق الدجاج ماجي وبابريكا وفلفل اسمر وكمون من كل حاجة معلقة صغيرة سوري نص معلقة صغيرة ما تقطروش يا جماعة توابل انا عايزة العدس يبقى طعم كتر التوابل ما بيحليش الاكل احنا بنحط شعرة كده تطعم الاكل مش تطغي على طعم الاكل بسم الله فاهم حطت معلقة سامنة بلدي ونزلت بقى اول ما سخنت نزلت بقى شوية الخضار الحلوين دول بيعلوا الايمة الغذائية وبيدوا بقى للعدس طعم واو بقلبهم كده بالطريقة دي بسم الله طيب حاجة كمان بالطعام جدا يعني انا لازم اغلف الحاجات دي كلها وديها نص تحميرة كده في معلقة سامنة البلدي البابريكا سوري الفلفل الاحمر يا جماعة اللي انا مخزناها اللي هو هريسة الشطة ما عنده كوش قرنفلفل احمر يا جماعة نزلوا بقرنفلفل احمر بيسكر العدس جدا وبرضو بحطوا على خلطة المحش حطوا كمان على الصلصة بتاعت الماكرونة اي اكل ما باستغناش عن هريسة الشطة بسم الله نزلت بعد كده بالعدس وهقلب برضو لازم المكونات دي كلها تتغلف بمعلاقة سامنة البلدي الكبيرة كان رائع يا جماعة بدأ يغلي كده من الجناب انا رجعت بقى ايه شفت اقولكم مقدار المية اللي انا بحطها اول ما حط العدس وقلب بنزل بقى بالمية المية يا جماعة مغطية العدس مقدار عقلتين او مقدار اتنين سانتي يعني يكتروا شواء يكتروا المية وما تقلقوش اول ما يبدأ يغلي من الجناب بسم الله طبعا انا ما حطتش البهارات بابريكا فلفل اسود بكمون وقادي واحدة المرأة الدجاج الماجي فورية يا جماعة ما تحطوش المكعبات وانزلت برضو بمعلاقة ملح ممسوحة صغيرة عشان في مرأة يبقى نقلل في الملح بسم الله ودي نص كبات شعرية في الاخر خالص هحطها هنزل بقى بشوية البهارات الحلوين وهسيبه يعني زي لكنكو بتدمسوه زي الفول كده لما بندمسوه هغطي عليه بدأ يغليه من الجناب غلويتين وههدي عين البتغاز عليه خالص وهغطي عليه بالمنظر السهل اللي انتم شايفينه ده ما بياخدش دقايق بيتحضر في دقايق ومغزي وجميل جدا ومع علاقة السمنة البلدي كانت نقلال طعم تاني غير الزيت بسم الله لكن لو فيش سمنة بلدي عادي خالص بالزيت بتعمله طيب ده منظره بعد بالزبط تلت ساعة بص يا جماعة انا اول حاجة بشوفها الجزر لانه اكتر حاجة بتبقى اسيا فالجزر استوى يبقى خلاص هو كده استوى معايا وبسم الله ما شاء الله داب حسنا شوية لما يبرد وهفرمه في الخلاط ممكن تنزلوا عليه وهو سخن بالهند بلندر تفرموه اي طريقة تعجبكم بسم الله في الخلاط كده وستنت عليه لما برد شوية هدي كده شوية وهفرمه في الخلاط بسم الله معلقة سمنة بلدي بقى وهحمر الشعرية طيب انا نص كيلو عدس حطيت عليه نص كباية شعرية كبيرة كتر الشعرية يا جماعة يعني لو حطيتوا كباية كاملة هتغطي على طعم العدس وهتاكلوا بالعيش لكنكم بتاكلوا شعرية لكن النص كيلو بحط عليه نص كباية كبيرة من الشعرية والربع كيلو بحط عليه ربع كباية من الشعرية حمرتها في معلقة سمنة بلدي وانزلتي بيها كده بالضبط يا جماعة دقيقتين تلاتة على نار هدية هقلب وهغطي عليها وبعد دقيقتين تلاتة رجعت تاني انا فتحت عيني البوتوجاز على نار هدية وهغطي عليه وهسيبه قيمة بالضبط تلات دقايق وقادي كباية ميا زودته لانه كان جبس شوية معايا نص كباية ميا بس وهقلب وثلات دقايق يا جماعة اول ما يغلم الجناب هغطي عليه واسيبه تلات دقايق على نار هدية الشعرية تستوي يا متخدش نار اصلا الشعرية وهنا قدمه بالطريقة السهلة الجميلة ده بص يا جماعة كان رائع يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ده بقى احنا بنكله بعيش بقى يعني يتكل بأي عيش بس العيش بقى اللي هو الملد ده او العيش الناشف اي حاجة يعني بصوا يمشي معاها اي حاجة بس العيش ده بيبقى خطير صراحة به بصل اخضر شوية كرات شوية جرجير شوية مخلل بص يا جماعة القوام كريمي ورائع ما تحطوش عليه سكر نسيت اقول لكم يا جماعة تحطو عليه سكر ما تشوفوه فيديوهات بيقولكم نحط سكر على عس ما حطيتش سكر خالص شوية الخضار كانوا مسكرينه بالطريقة دي بقى رشة اي مثلا اي خضار مثلا عندكم زي الكرات الكرات بيقوز زاكرة ورائع جدا